مرحبا بكم متسابعين الكرام في نشرة أخبار المغرب خطوة مهمة يرفضها أخ النوش لتخفيض أسعار المحروعات بالمغرب والآن إلى التفاصيل وما تنساش الديروجين بشوصلكم كل جديد أكد نبيل بن عبد الله الأمير العام لحسب التقدم والشراكية أن أزمة ارتفاء أسعار المحروعات لا يقتصر على المغرب فقط بل تطال كثيرا من الدول لكن طريقة تدبير هذه الأزمات اختلفت من بلد إلى آخر على غرار ما ذهبت في اتجاهه عواصم قريبة من المملكة على غرار إسبانيا، فرنسا، هولندا وألمانيا حيث اتخذت قرارات تخفيف عن مواطنيها من خلال حث الشركات العاملة في القطاع على تقليصها مشير ربحها ما بين 1.7 إلى 2.0 جوج درهم وتحدث بن عبد الله في حوار خاص مع أسبوعية الأيام عدد هذا الأسبوع أن إجراء ثاني ينظف إلى ما سبق يمكن لحكومة عزيز أخ النوش المضي فيه ويتعلق بتقليص الضريبة على استراد المحروقات الذي سينعكس تلقائيا على أسعار البيع لكن الحكومة ترفض هذا الإجراء على حد تعبيره على اعتباره أنه سيؤدي إلى تخفير مواردها التي توجهها لتمويل المجهود الذي تريد القيام به وحمل في ثنايا حديثه المسؤولية الكاملة للحكومة برئاسة عزيز أخ النوش في عدم وعيها بأهمية معالجة الوضع الاجتماعي للحفاظ على الاستقرار العام مضيفا أن الحكومة تفتقد للحس السياسي في تفعيل مقاربة ناجعة للحل الوضع القائم أو لحل الوضع القائم واتباعها مقاربة حساباتية ذيقة تجعل تفكيرها المستقبلي محدود وفي آخر الفيديو أريد أن نسمع الرائد لكم بخصوص ارتفاع المحروقات وماذا الحكومة بالصح لا يوجد الحلول وإمكانيات لتخفض السعر القازوان والبنزين أم لا هذا الشيء ليس صالح عزيز أخ النوش لأنها لا تريد الحلول وشكرا